بسم الله الرحمن الرحيم لما يجي أخد قرار امتحانية السنوية العامة الدنيا هاجت وهاصط في الفيسبوك لأ ما تاخدش القرار وإزاي وعيان هيتعبوا ومش هيتعبوا وطلع وزاعتها هو طلع قال أنا مش همشي وراء وسائل التواصل الاجتماعي والغريب في الأمر أنه كان في أول يوم في امتحانية السنوية العامة إلى أهالي نزلوا اللي هم كانوا معترضين وخايفين على أولادهم من فيروس كورونا الناس كلها نزلت الشارع توصل أولادها وده يعلمنا حاجة الناس للقيادات ما ينفعش تاخد القرار نتيجة للمؤثر بتاع وسائل التواصل الاجتماعي بالعكس وزارة تانية جي أخد قرار من حوالي شهر شهر ونص وكان متحمس جدا للقرار وقالي القرار في وسائل الإعلام هب الناس حاجت عليه وازاي تاخد القرار ده ومتاخدش القرار ده الغريب في الأمر أنه هو بعديها بس بعيد نبتد يجع في قراره لأ وعمل حاجة لازي جدا قال لك إحنا نعمل منصة ونبتد ناخد رأي الناس في القرار فطبعا بالتأكيد لما يبتد ياخد رأي الناس في القرار طبعا شاف العجب والغريب في الأمر أنه هو مشي وراء قرار الناس هو من إمتى النهاردة القيادة بياخد قراره من أراء الناس ومن وسائل التواصل الاجتماعي ده كلام مش صح لأن إحنا لو هناخد قرار ده من وسائل التواصل الاجتماعي هنعمل حاجة بسطة جدا خلاص إحنا يجي رئيس الوزراء يروح واخد القرار بتاعه وخلاص وياخد رأي الناس والنهاردة رئيس الوزراء ورينا لازم يحبيه من هنا هو لما جي wäre خد قرار عادة الفتح سواء كان القهاوي وصلات الجيم خاج رأي الناس ما خاجش رأي الناس أنت سحب القرار أنت قرارك بتاعك أنت مش الوزراء بمعنى آخر النهاردة أنا لما جاءت حصلات الجيم أو أفتح القهاوي أو أفتح دور الحضارات قرار بتاعك مش عايز تروح ما تروحش عايز تروح ما تروحش هو القرار التاخذ أقه بس سلطة صاحب القرار فأنا بس لفت نظري الحاجتين اللي كانوا عاكس بعض وزير ما بصش لوسائل التواصل الاجتماع وقاد قراره وكان صح ووزير تاني لأبصل لوسائل التواصل الاجتماع وكانت محزلة بقى وابتدى يحصلت تشاجب وتناحر مش كده احنا حتى بنتكلم على حتة التخاذ القرار الحاجة التانية عايز تتكلم على الحاجة أجابية عايز تاني بيها البنانية بتاعنا النهاردة شباب زي الورد وزي الفل ابتدى ياخد من أول الأزمة ابتدوا يعملوا مجموعات وابتدوا يتعاملوا مع الأزمة بشكل مختلف خالص ابتدوا يرصدوا مين الحالات وابتدوا يتواصلوا معها وابتدوا يوفروا لها نبيب الأكسجين وابتدوا يوفروا لها الدواء عن طريق نابة عن الدائرة وابتدوا يعني يبتدوا يوفروا لهم الأكل الشباب ده هو كان بقادة بحث من أستاذ أماد حمدي ده أحد سكان المساكل الأمريا وحتى هم بيسموا الحملة معا ضد المشاكل ومعا ضد أي حاجة ييد بييد أنا عايز أشكرهم بالنيابة عنكم هم من سكان الأمريا أحد سكان الماطق الشعبية وقال لهم دايما متجددين في الخير ودايما أصحاب حلول ودي حاجة مضيئة من ضمن الإجابات بتاع فيروس كورونا خلصت حلقاتنا النهاردة وإن شاء الله شوفكم الأسبوع اللي جاي بس قبل ساعة من دلوقتي واحدة حلقات برنامجكم صحتك صورتك أشوفكم على خير